الفصل الثالث هيكل التقرير هيكل هيكل التقرير ليه report structure report structure طبعا هناك شكل معين للتقرير اللي سمى هيكل التقرير بناء التقرير الهيكل هو البناء مما يتكون هذا التقرير حتى نستطيع أن نقول هذا التقرير أو لا له بداية له شكل معين له خاتمة إلى آخره طبعا يتألف هيكل التقرير من عدة أجزاء هذه الأجزاء الجزء التمهيدي المقدمة introduction موضوع التقرير الخاتمة conclusion الملاحق المراجع والمصادر لتناول الجزء الأول الجزء التمهيدي طبعا الجزء التمهيدي يشمل على صفحة الغلاف اللي المقدمة يوضع فيها صفحة الغلاف اللي صفحة الرئيسية التي يوضع فيها الجهة التي صدر منها التقرير اسم الشخص كاتب التقرير أو معد التقرير اسم الجهة المقدمة لها التقرير موضوع التقرير والتاريخ المقدمة ثانيا المقدمة لintroduction طبعا المقدمة يوضف فيها الكاتب موضوع التقرير والغرض من كتاب هذا التقرير ثم الأسلوب المستخدم وطريقة عرض المعلومات في هذا التقرير موضوع التقرير رقم ثلاثة تشمل الأبواب والنصوص التقرير أبواب التقرير طبعا هنا يتم عرض موضوع التقرير في ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة وبتسلسل ثم عملية التحليل والتفسير للوصول إلى نتائج ثم توصيات هذا موضوع التقرير الخاتمة للكونكلوجين طبعا هي ملقص أو موجز لموضوع البحث والنتائج ونتائج هذا البحث الملاحق هي كل ما استعان بها أيش الباحث من صور مجلات النماذج خرائط رسومات تدعم تقريره طبعا المراجع والمصادر لرفرانسيز ضرورية هي ما لجأ إليه الباحث أو كاتب التقرير من مراجع ومصادر أو استعانى بها أو استعانى بها طبعا هناك تقسيم آخر لهيكل البحث يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام بداية التقرير أولا ثم ثانيا صلب التقرير ثم ثالثا خاتمة التقرير طبعا بداية التقرير تشمل على صفحة الغلاف صفحة المحتويات ملخص عام المقدمة الخلفية والأهداف والمجال ثم القسم الآخر له صلب التقرير يشمل عرض المعلومات والحقائق الجداول الرسوم البيانية إن توفرت الدراسة والتحليل ثم خاتمة التقرير هي النتائج أو تحتوي على النتائج والتوصيات والملاحق هذا تقسيم آخر شبيه بالسابق هو هيكل للتقرير تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل البداية والصلب والخاتمة طبعا ننتقل إلى موضوع آخر لشروط التقرير الجيد شروط التقرير الجيد يعني لكي يمتاز التقرير بالجودة ويصبح جيد كابل للتداول يجب أن يمتاز ببعض الشروط أو الخصائص هذه الخصائص منها أولا وضوح أسلوب التقرير يجب أن تكون الأسلوب واضح اللغة واضحة استخدام العبارات والكلمات السهلة القصيرة في الكتاب يعني مختصرة يعني يكون مختصر مفيد غير ممل ثانيا مراعاة التسلسل المنطقي في عرض الأفكار يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي سواء زماني أو مكاني في عرض الأفكار في عرض الأفكار تسلسل الأفكار ثالثا استخدام الأشكال والرسومات والصور الأشكال والرسومات والصور تدعم التقرير وبذلك يصبح أكثر جودة يصبح أكثر جودة من السابق طبعا أربعة إبراز النقاط الرئيسية وتنظيمة وتوضيحها في التقرير لو كان هناك نقاط رئيسية أساسية يتم تنظيمة وإبرازها بشكل متسلسل خامسا أن يكون التقرير مشوقا ومكنعا في نفس الوقت أن يكون مشوق يعني غير ممل مكنع في نفس الوقت يمكن إقناع الطرف الآخر يمكن إقناع الطرف الآخر الإبتعد عن المبالغة والتهويل في عرض الحقائق نبتعد عن المبالغة والتهويل في عرض الحقائق أن نعرض الحقائق كما هي سبعة مراعة المعالجة الموضوعية للأفكار أن نعالج الأفكار بموضوعية ليس بتحييز العدم الموضوعية هي التحييز لا نتحيز ثمانية سهولة اللغة أن نستخدم لها لغة مفهومة لغة مفهومة بين الطرفين بحيث يسهل وصول الفكرة والمعنى